السؤال الثالث يلي منسأله هو هذا ما هي غاية التربية مهم نعرف شو الغاية فكر بهيد الحادثة معي من لوق عشرة لما شاب نموسي إجا لعند الرب يسوع المسيح وسأله ماذا أعمل يا رب لكي يقارث الحياة الأبدية بإله المسيح تحيا الحياة الأبدية إن عشت النموس وسأله كيف تقرأ قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك هذه العلاقة علاقة الحب بين الله وأولاده يلي بتنعكس علاقة حب مع الإنسان هي غاية الشريعة هي غاية وجودنا في هذا العالم هيك نحن منعيش صورة الله في هذا العالم ولما بالعهد القديم أمر الله بوصية المحبة بيقول بتسني الفصل السادس العدد السادس بيقول ولتكن هذه الكلمات انتبه معي هذه الكلمات يعني محبة الله من كل القلب والكيان لتكن هذه الكلمات التي أنا أصيك بها اليوم على قلبك يعني عشاءها وعيشها لعدد السابع وقصها على أولادك يعني رب أولادك على أساس هذه الحقيقة وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم يعني خليها تصير نهج حياتك وأساس كل ما تقوم به واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك يعني خلي كل العالم يعرف عن هذه الحقيقة طيب وهلأ السؤال شو هو الدافع خلف تربية الأولاد انطلاقا من يلي سمعني لماذا أعطاني الرب هؤلاء الأولاد لازم نسأل هيدا السؤال هيدا الولد يلي هو عطيه فريدي مميزي من عند الرب ما هو قصد الله منه ما هو قصد الله لما تفهم القصد بتعرف شو غاية التربية بعضهم بقلنا الغاية أن تستمتع بأولادك نعم صحيح لأنه ما في أجمل مننا أن أكون أم أو أن أكون أب هيدا الأمر جميل جدا لكن هل هذا يكفي هل الأولاد فقط هدية جميلة من الله نعم هم هدية لكن هن أكثر من ذلك بعضهم الآخر بيشعر أنه الغاية هي أنه ربي هيدا الولد تربية صالحة لكي لا يتمرد على كبر وتسيطر الخطيئة على حياته يعني الغاية من التربية أن يكون رجلا صالحا وهذا شيء حلو فهمه هيدا الأب أو الأم تهذيب الولد لحتى لا يتمرد فالله وضع هذا الولد في حضني لكي أربيه ومنسأله هل عم تستمتع بأولادك هل هناك علاقة قوية بينك وبين ولدك أو أنك عم تستمتع باستخدام السلطة على أولادك بعضهم يرغب في أن يعود ويختبر من جديد طفولته المفقودة في أولاده فمنشوفه يغضق عليهم كل الملاذات يلي حرم منها فيفسدهم أو يعود ويسير رحلة الطفولة ولكن هلأ هو الأب وليس الطفل فبيضرب أولاده انتقاما أو يهمل أولاده ثقرا أو يحرم أولاده من أمور كثيرة خوفا عليهم من الفلتان وهلأ السؤال طيب ما هي غاية التربية بهذه السلسلة التي ندرسها مع بعضنا البعض فكمان هون خوض ملاحظات لأنه ربما هيدا الرحل لك هلأ هو أهم شيء ممكن أقوله اليوم لألك أهم شيء تعرف غاية غاية التربية لتعرف كيف بدك تسلك ما هي غاية التربية هي أن يتمجد الله من خلال مشاركة الحياة انتبه لكلمة يتمجد الله الله بده يتمجد اليوم من خلال تربيتك لأولادك من خلال مشاركة الحياة هذه غاية التربية مشاركة الحياة مع أولادنا بطريقة تعكس طبيعته وصفاته كل شيء بدنا نعمله رح يعكس طبيعة الله بين الناس وتجذب أولادنا إلى الإيمان به وإلى طاعة وصياة التي انتبه تلخص أولا بمحبة الله من كل القلب والفكر والشخصية وتنعكس ثانيا خدمة محبة لكل شخص في العالم الذي نعيش فيه فيصبح كل ولد من أولادنا صورة الله الحقيقية على هذه الأرض وهكذا يتجلى ملكته بيننا من خلال عائلاتنا فخد أرجوك هذا التعريف والسعاء أنك تفهمه تأمل بكل كلمة مفتحية فيه كلمة يتمجد الله كلمة مشاركة الحياة كلمة طبيعة الله وصفاته كلمة الإيمان به كلمة الطاعة طاعة لوصياه كلمة محبة الله وأهميتها خدمة الإنسان من خلال المحبة كيف أنه نصير صورة الله وكيف يتجلى ملكوت الله من خلال هذا الدور الذي نقوم به فخد هذا التعريف وشاركه مع زوجتك أو أنت مع زوجك وتعلموا مع بعض غاية التربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر